فيما يتعلق بالتحرشات اليونانية بتركيا بموضوع الطائر العسكرية قبل أيام وقبل ساعات بسفينة تجارية قبالة السواحل التركية إطلاق نار عليها من قبل خفر السواحل اليونان ماذا تريد اليونان؟ هل يمكن لهذه التحرشات أن تجر البلدين إلى صدام مباشر؟ هناك أمور متأزمة بين تركيا واليونان الجزر والبحر الأبيض المتوسط وتنقيب في تحتها عن نفط وعن الغاز الطبيعي وما إلى ذلك وأيضا هناك استقاق انتخابي في اليونان بعد سنة وكذا في تركيا لذلك هناك استفزاز لتركيا وعرض العضلات استيراد العضلات متبادلة بين تركيا واليونان ولكن ربما هذا لا ينجر الطرفين إلى الحرب لأن تركيا ستكتسب لا شك ستكتسب الحرب ولكن حرب ليس إبارة فقط عن استعمال السلاح هل هناك من يريد أن يجر البلدين إلى حرب بالفعل؟ والله يريدون تضييق على تركيا مثل فرنسا والولايات المتألة التماركية مثلا الولايات المتألة التماركية دائما يؤسس قواعد كبيرة في قصوة في اليونان وغير ذلك ويعلل بأن هناك مسادفة قريبة مع الروس ولكن نحن في مواجهة مع اليونان إنما يؤسسون القواعد العسكرية هناك هذا تهديد مباشر لأمن القوم التركي لذلك أعتقد أن اليونان مدفوع مدفوع في هذا المجال من قبل دوائر الغربية ولكن كما قيل هذا سيكلف اليونان يكلف اليونان لا يكلف الغربين الآخرين هم يتفرجون فقط شكرا جزيلا لنوجودك معنا أستاذ مصطفى أوزجان شرفتناك للعادة في استيديو التاسعة شكرا لكم مشاهدين الكرام في أمان له شكرا جزيلا لكم